السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ الآن بالتست العاشر من الوحدة الثالثة وحدة السلاسل في مادة الايكيو منهاج متروبول كتاب الأول هنا المطلوب هو إيجاد سلسلة المختلفة يعني لديه هنا خمس سلاسل أربع سلاسل تعمل وفق انتظامية محددة هناك سلسلة تكون مختلفة عن هذه الانتظامية المطلوب إيجادها وبالتالي هنا ثلاثة خمسة العملية هنا زاد اثنان ثم هنا زاد ستة هنا لديه زائد ثمانة عشر هنا لديه زائد خمسة وخمسين الآن لديه هنا ستة تسعة العملية زائد ثلاثة هنا العملية زائد ستة هنا العملية زائد اثنى عشر وهنا لديه العملية زائد عشرين اربع وعشرين الآن في السلسلة الثالث لديه هنا زائد واحد هنا لديه زائد اربعة هنا لدي زائد أربعة يعني زائد ستعاش هنا لدي زائد ستة أو أربعة وستين لدي في السلسلة الثالثة لدي هنا زائد سبعة هنا زائد واحد وعشرين هنا زائد ثلاثة وستين هنا زائد مئة وثمانين تسعة وثمانين الآن في السلسلة الأخيرة لدي هنا زائد اثنان هنا زائد عشرة هنا زائد خمسين هنا لدي زائد مئتان وخمسين يعني الآن بالبحث عن عناصر السلسلة لدي هنا العملية التي بينهما هي ضرب اثنان هنا ستة اطنعاش ضرب اثنان هنا اطنعاش اربعة وعشرين ضرب اثنان هنا لدي العملية ضرب اربعة هنا ضرب اربعة وهنا ستعاش اربعة وستين ضرب اربعة هنا ضرب بثلاثة هنا ضرب بثلاثة هنا ايضا ضرب بثلاثة هنا ضرب بخمسة هنا ضرب بخمسة هنا ضرب بخمسة وبالتالي السلاسل بي و سي و دي و اي سلاسل متناغمة هنا نلاحظ لدي ضرب ثلاثة وهنا أيضا ضرب ثلاثة لكن ثمنتعش ضرب ثلاثة لا يساوي خمسة وخمسين وبالتالي آه هي السلسلة المختلفة في السؤال الثاني لدي هنا أربعة أربعة ضرب ثلاثة يعطينا اطناعش اطناعش ناقص خمسة رح يعطي سبعة هنا سبعة ضرب ثلاثة رح يعطي واحد وعشرين ناقص خمسة رح يعطي ستعاش يعني العملية هنا عنصر السلسلة ضرب ثلاثة ناقص خمسة يعطي العنصر الذي يليه بهذا الشكل الآن هنا لدي اثنان ضرب أربعة رح يعطي ثمانية ثمانية ناقص اثنان هنا رح يعطي عفو ناقص ثلاثة رح يعطي هنا خمسة بهذا الشكل خمسة ضرب أربعة يعطي عشرين عشرين ناقص ثلاثة رح يعطي سبعة عشر يعني العملية هنا إن ضرب أربعة ناقص ثلاثة يعطي إن زائد واحد الآن هنا أربعة عشر ضرب اثنان تعطي ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين ناقص خمسة يعطيني ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين ضرب اثنان تعطيني ستة واربعين ناقص خمسة تعطي واحد واربعين يعني العملية هنا N ضرب 2 ناقص 5 يعطيني عنصر السلسلة الذي يليه الآن في D هنا لدي 9 9 ضرب 3 يعطيني 27 هنا 9 ضرب 3 27 زائد 3 يعطيني 30 هنا ضرب 93 زائد 3 يعطيني 93 العملية هنا ضرب 3 عنصر السلسلة هنا ضرب 3 زائد 3 يعطي عنصر السلسلة الذي يليه الآن هنا لدي 4 ضرب وليكون 4 ضرب 6 ناقص 4 يعطيني 8 هنا 8 ضرب 6 تعطي 48 ناقص 4 تعطي 38 لا ليست صحيحة هنا أولا تكون 5 8 ضرب أو 2 ضرب 5 10 10 ناقص 2 يعطيني 8 الآن 8 ضرب 5 تعطي 40 40 ناقص 2 ثمانية وثلاثة وهكذا معنات العملية هنا إن ضرب 5 ناقص 2 يعطي عنصر السلسلة الذي يليه وبالتالي لدي هنا السلسلة نلاحظ هنا تطابق وهنا أيضا وجدت تطابق وهنا أيضا وجدت تطابق التطابق هو ضرب ثم طرح بينما هنا في D تعتبر السلسلة مخالفة للقاعدة لأنه هنا لدي ضرب وجمع وبالتالي السلسلة الثلاثة المتطابقة هي A والB والC والE والD غير مطابقة لأنها لا تحتوي على نفس نمط العملية في السؤال الثالث هنا لدي أربعة خمسة يعني زائد واحد زائد اثنان زائد ثلاثة زائد أربعة وهكذا هنا لدي سبعة عشرة يعني هنا زائد ثلاثة هنا زائد ستة هنا زائد تسعة هنا زائد اثنى عشر وهكذا يعني هنا ثلاثة ثلاثة ضرب اثنان ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب أربعة وهكذا يعني العملية هنا واحد اثنان ثلاثة وهكذا هنا لدي ثلاثة ثلاثة ضرب اثنان هنا ثلاثة ضرب واحد هنا ثلاثة ضرب ثلاثة وهكذا هنا لدي زائد أربعة زائد ثمانية زائد اثنى عشر يعني العملية هنا أربع ضرب واحد أربع ضرب اثنين أربع ضرب ثلاثة وهكذا هنا لدي زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة يعني هنا المطلوب هو البحث عن السلسلة التي لا تخضع لانتظامية السلاسة الأربعة الباقية وغالب أن الجواب الصحيح هو D لأنه حافظت على عدد العملية هو خمسة دائما هنا زائد ستة هنا زائد اثنى عشر هنا زائد ثمانية عشر وهكذا يعني هنا عبارة عن ستة ستة ضرب اثنان ستة ضرب ثلاثة وهكذا الجواب هو D في السؤال الرابع هنا نقوم بجمع منازل عنصر السلسلة واحد زائد ثلاثة يعطي لدي أربعة هنا يعطي ثمانية هنا سبعة هنا أيضا خمسة عشرة وهكذا الآن نقوم بجمع عنصر السلسلة إلى مجموعة منازل وبالتالي هنا 13 زائد 4 يعطي 17 الآن 17 زائد 8 يعطي 25 25 زائد 7 يعطي 32 32 زائد 5 يعطي 37 37 زائد 10 يعطي 74 الآن هنا زائد 2 يعطي 22 22 زائد 4 يعطي 26 26 زائد 8 تعطي 34 34 زائد 7 تعطي 41 41 زائد 5 يعطي 46 إذن السلسلة A وB هي سلاسل صحيحة الآن هنا 32 زائد 5 يعطي 37 37 زائد 10 يعطي 47 47 زائد 11 يعطي 58 58 زائد 13 تعطي 71 71 زائد 8 تعطي 79 الآن في دي هنا 27 27 زائد 9 36 زائد 9 45 45 زائد 9 54 زائد 9 63 63 زائد 9 72 صحيحة الآن هنا 40 زائد 4 44 44 زائد 8 8 هنا تعطي 52 52 زائد 7 لا تعطي هنا لا تعطي 64 52 زائد 7 تعطي 59 وبالتالي E هي السلسلة التي لا تخضع لقاعدة انتظام السلاسل الأربع الباقية في السؤال الخامس لدي هنا الفرق بين عنصر السلسل زائد 1 هنا الفرق بينهما أربعة هنا خمسة هنا الفرق بينهما تسعة هنا الفرق بينهما أربعطاش وهنا الفرق بينهما ثلاثة وعشرين يعني هنا لديه 1 زائد 4 يعطيني خمسة هنا لديه الأربعة مع الخمسة يعطيني تسعة الآن خمسة زائد 9 يعطيني أربعطاش الآن تسعة زائد أربعطاش ثلاثة وعشرين وعلى هذا الأساس الآن هنا الفرق بينهما أثنين هنا الفرق بينهما أربعطاش وستة وعشرين لديهنا أثنى عشر وبالتالي هنا سوف يكون 2 زاد 12 يعطي 14 وبالفعل 26 زاد 14 يعطيني 40 الآن 14 و 12 تعطيني 26 26 زاد 40 66 وهكذا الآن في C لدي 15 21 الفرق بينهما هو 6 الآن 21 و 36 الفرق بينهما هنا 15 6 زاد 15 21 و 36 زاد 21 تعطي 57 21 زاد 15 21 مع 15 تعطيني 36 36 زاد 57 هنا لدي 13 ثلاثة باليد 1 هنا نلاحظ هنا في هذه العملية لدي هنا 15 زاد 21 يعطيني 36 هنا 57 زاد 30 36 13 تعطي 93 ولا تعطي 83 وبالتالي C هي السلسلة التي لا تخضع لقاعدة انتظام السلاسل الباقية في السؤال السادس هنا نلاحظ لدي العملية هنا 16 زاد 6 واللي يمثل رقم 1 عنصر السلسلة يعطيني 22 هنا زاد 2 يعطيني 24 هنا 24 زاد 4 يعطيني 28 28 زاد 8 يعطيني 36 36 زاد 6 يعطيني 42 يعني أقوم بجمع أحد عنصر السلسلة لعنصر السلسلة يعطي العنصر الذي يليه الآن بإجراء العملية هنا زاد 3 تعطيني 46 زاد 6 52 هنا زاد 2 تعطيني 54 زاد 4 58 زاد 8 66 صحيح الآن هنا 27 زاد 7 تعطيني 34 زاد 4 تعطي 38 زاد 8 تعطي 46 زاد 6 تعطي 52 زاد 2 54 الآن 14 زاد 4 تعطي 18 18 زاد 8 26 زاد 6 32 زاد 2 34 زاد 4 38 الآن هنا لدي 32 زاد 2 أو عفوا 22 زاد 2 تعطي 44 ولا تعطي 46 وبالتالي هي السلسلة التي لا تخضع لقاعدة انتظام السلاسل الباقية في السؤال السابع أيضا هنا نقوم بجمع منازل عنصر السلسلة هنا مجموع هما واحد المجموع اثنان المجموع ثلاثة المجموع اربعة المجموع خمسة المجموع ستة هنا المجموع سبعة هنا المجموع ثمانية هنا المجموع تسعة هنا المجموع عشرة هنا المجموع هنا نلاحظ المجموع اثنى عشر حدث فيا لدي هنا خلل ما في عنصر السلسلة هنا المجموع 5 هنا 6 هنا 7 هنا 8 هنا 9 سلسلة صحيحة هنا لدي 9 هنا لدي 10 هنا لدي 11 هنا لدي 12 هنا 13 هنا 14 صحيحة هنا لدي أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة وبالتالي السلسلة التي لا تخضع لقاعدة الانتظام هي السلسلة B حيث قمنا بجمع منازل عنصر السلسلة وحصلت على أعداد متتالية هنا في B عند العشرة أصبحت لديه إثنى عشر وبالتالي هنا يوجد خلل في السؤال الثامن لديه هنا زائد ستة هنا زائد ثمانتاش زائد أربعة وخمسين هنا لدي زائد مئة واثنان وستين يعني العملية هنا ضرب ثلاثة حتى أحصل على السلسلة البينية أو عناصر السلسلة البينية هنا أيضا ضرب ثلاثة وهنا أيضا ضرب بثلاثة الآن هنا عشرة هنا ضرب ثلاثة تعطيني ثلاثين هنا ضرب ثلاثة تعطيني تسعين هنا ضرب ثلاثة تعطيني مئتان وسبعين الآن هنا 4 ضرب 3 تعطي 12 و 8 زاد 12 20 صحيحة 12 ضرب 3 تعطي 36 و 36 زاد 20 صحيحة هنا 36 ضرب 3 هنا تعطي 8 باليد 1 108 زاد 56 تعطيني 164 صحيحة الآن في دي هنا لدي زاد 8 هنا لدي زاد 8 ضرب 3 24 وفعلا 24 زاد 14 يعطي 38 24 هنا ضرب 3 تعطي 72 و زاد 38 تعطي 110 صحيحة الآن هنا لدي زاد 2 حتى تعطي 5 هنا لدي يجب أن يكون زاد 6 هنا ضرب 3 صحيحة تعطيني 11 الآن 6 ضرب 3 راح يعطي 18 18 هنا يدعج زاد 18 29 صحيحة الآن 18 ضرب 3 تعطيني هنا 54 نلاحظ 29 زاد 54 لا يعطي 84 وبالتالي هي السلسلة الخاطئة في السؤال التاسع لدي هنا ناقص 2 هنا ضرب 2 هنا ناقص 2 هنا ضرب 2 هنا أيضا ناقص 2 هنا ضرب 2 ناقص 2 ضرب 2 هنا لدي ناقص 2 ضرب 2 ناقص 2 ضرب 2 هنا لدي في دي أيضا ناقص 2 ضرب 2 الآن في السلسلة الأخيرة هنا نلاحظ لدي تقسيم أو هنا ضرب باثنان يعطيني 26 26 ناقص 2 يعطيني 24 هنا ضرب باثنان 28 وبالتالي هنا في إي سلسلة خاطئة لأن العملية هي ضرب في طرح وليس طرح في ضرب وبالتالي إي هي السلسلة الخاطئة في السؤال العاشر هنا لدي زائد 5 هنا ضرب 5 هنا زائد 5 وهنا ضرب 5 هنا لدي زائد 2 ضرب 2 زائد 2 ضرب 2 هنا لدي العملية زائد 3 ضرب 3 زائد 3 ضرب 3 هنا نلاحظ ضرب 4 يعني هنا العملية الأولى جمع ثم ضرب هنا بدأ بضرب ضرب 4 زائد 4 ضرب 4 زائد 4 في السلسلة إي لدي هنا 6 6 زائد 6 لاحظ زائد 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 ثم ضرب 6 زائد 6 ضرب 6 كنتوب التالي دي هي السلسلة التي لا تخضى لقاعدة انتظام السلسلة البقية في السؤال 11 هنا لدي 5 زائد 6 11 هنا نقوم بجمع المنازل يعني 6 زائد 14 ثم 9 ثم 8 الآن لدي هنا السلسلة 7 8 9 10 هنا 11 هنا لدي 24 يعني 6 هنا 7 هنا ثمانية وهنا 9 هنا لدي 3 4 5 6 بالبحث الآن عن السلسلة التي لا تخضى لقاعدة الانتظام نلاحظ هنا دائما 7 8 9 10 8 9 10 11 6 7 8 9 3 4 5 6 دائما هنا عناصر السلسلة مجموعة المنازل يزداد بينما هنا مجموعة المنازل نلاحظ أنه يتناقص وبالتالي A هي السلسلة التي لا تخضى لقاعدة انتظام السلسلة الباقية السؤال الثاني عشر والأخير في هذا التست هنا نلاحظ أنه لدي عناصر السلسلة تحتوي على أعداد أولية يعني هنا السبع عدد أولي لدعش عدد أولي الثلاثة عشر السبع طعش يعني عداد أولية متتالية هنا لدي تسعة وعشرين واحد وثلاثين سبع وثلاثين واحد واربعين أيضا جميعها عدد أولية اثنان وثلاثة وخمسة وسبع عدد أولية لدي أيضا الثلاثة وعشرين والتسعة وعشرين والواحد وثلاثين والسبع وثلاثين عدد أولية لكن هنا لدي 51 ليس عدد أولي وبالتالي السلسلة B تحتوي على عدد غير أولي وبالتالي بالإضافة إلى أنه هنا 53 تعتبر عدد أولي صحيح 59 عدد أولي صحيح 61 عدد أولي صحيح فقط تحتوي العنصر 51 عنصر السلسلة B 51 على عدد غير أولي وبالتالي هي السلسلة لا تحقق قاعدة انتظام السلسلة الباقية وشكرا لكم